عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به بمحافظة الإسكندرية أشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد لافتتاح المتحف اليوناني الروماني موضحا أهمية سرعة الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل وترميم المتحف وكذا تطوير المنطقة المحيطة به كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة توفير التمويل اللازم لتطوير المنطقة المحيطة والبدء على الفور في التنفيذ مؤكدا على ضرورة أن يتابع المحافظ الأعمال مع سرعة الانتهاء منها